دكتور جوبتا لا انت كده اخرت الفلوس عليا انت بقالك تسعى شهور كل ما كلمك تعتذر ماينفعش الكلام ده في الشغل يا دكتور المبلغ كله مش حاجة كبيرة قوي يعني ادفعهم بقى لو سمحت حاجة هم مين اللي ناقص بقى ازاك يا أستاذ خانة ايه المحل بتاعك اتحرق يا اخي ده انت زهقتني كل ما كلمك تقولي المحل بتاعك اتحرق وبيتحرق في نفس المعاد طب وانا ايه زنبي انا بأعذارك دي لا ده كتير انت بقى هتدفع الفلوس اللي عليك ولا جيلك انا بنفسي ايه 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 افعل وبعدين بقى كله دخل في بعضه مو بقيتش عارف هو مين عليه ايه انجوري فين الشاي حاضري يا تيواري جاي اهو مالك بس شكلك متعاكمن كده ليه يا ست اسمها متعاكمن ايه الكلام اللي بتقوليه ده اللي نور عليك متعاكمن ليه بقى اقولي من الصبح وانا عمل اكلم في العمل ابتوعي علشان يدفعوا لي الفلوس اللي عليهم ولا حد فيهم معبرني وكل واحد يطلع لي بحجة يا ست وكمان مش هيدفعوها ايه اختي ومشاكلك هتفضل كده ملهاش حال اهلا يا حماتي اهلا يا حبيبتي اهلا يا ام مالكش دعم اسمع انا لسه جاية من عند رنفالة هود الوقت حالا وقال انك داخل على مشاكل كتيرة في الشغل ايه ده ليه 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 بس اقال كده يا حماتي ما انت شايفه يا انجوري تواري بقى شغله عامل ازاي الفترة الاخيرة هو عنده حق فعلا بصراحة شغلي اليومين دول مش ماشي خالص ولا بقى في حد راضي يدفع اللي عليه طب ما تقلقش اهو رنفال قال لي حل الحكاية دي تسمع الكلام بقى ولا هتفضل زي ما انت بص بقى يا ام انا مش هعمل حاجة من الحاجات الغريبة اللي بيقولها الراجل الغريب ده ماشي ايه ده ها لازم تتكلم عن رنفال بطريقة احسن من كده بعدين مين قالك انك تعمل حاجة انجوري هي اللي هتعمل اه انا جاهز اعمل اي حاجة بس انتي قوليلي اللي عايزان اعمله شوفي يا انجوري الوصفة سهلة خالص ها الموضوع ده يا بنتي بسيط قاوي بصي هترمي الزبالة على اي حد بس وبالشكل ده كل الطاقة السلبية اللي في البيت هتختفي انا عارفة انك شطرة وهتعرفي تعملي ده بعد كده يا بنتي هتلاقي كل حاجة تحلت المهم انك تنفزي الخطة ها انا عارفة ممكن ارمي الزبالة دي على مين هرميها على فبوتي هو الوحيد اللي مش هيتضيق مني وكأني رميتها بالغلط تمام يا حمايتي ما تحملش هم منت جميع حلقات هذا المسلسل متوفرة على وياك مجانا وبجودة عالية